يحيي الفلسطينيون يوم غد الذكرى السادسة والسبعين لطردهم من أرضهم بشكل جماعي على يد الاحتلال الإسرائيلي وهو الحدث الذي يقع في قلب نضالهم الوطني لكنه يتضاءل في نواح كثير مقارنة بالكارثة التي تتكشف الآن في قطاع غزة ويتذكر النازح الفلسطيني مصطفى القزار البلغ من العمر 81 عاما رحلة عائلته التي استغرقت عدة أشهر من قريتهم الواقعة في وسط ما تسمى الآن بإسرائيل إلى مدينة رفح الفلسطينية عندما كان في الخامسة من عمره في ذكرى نكبة 1448 نحن نقاسي ما لا يقاسي أحد من البشر والله اللي رمته علينا إسرائيل في 8 شهور و10 أيام أكبر من القنبلة الذرية التي ضربت هرشيما ونجزاكي والعالم يقف بجانب إسرائيل ولا يقف بجانب المظلوم نحن يا عالم مظلومين نحن يا عالم ارحمونا اقفوا بجنبنا ردوا على أدوان نحن نعيش اليوم مش في هجرة واحدة في مراحل تنقلات من الهجرة يعني الهجرة تساوي ألف هجرة من سنة 1448 نزوح بلا مأوى نزوح بلا غطاء بلا ماء بلا شراب بلا طعام طعام غير متوفر